للعب آخر وهو لعب النادي الأهلي اللي ما زال موليد 97 واحتفال بتجاهة النادي الأهلي وطبعا البيتجي الرسمي بعيد ميلاد الكابتن رمضان صبحي اللي بنتمنى إن شاء الله يلحق مباراة الهلال السوداني هو بالنسبة 90% تقريبا موجود إن شاء الله في مباراة الهلال السوداني لكن طبعا كان عيد ميلاده والبيتجي الرسمي احتفل لفارس بيقول نحتفل اليوم بعيد ميلاد لعبنا رمضان صبحي موليد 97 وأنا أتمنى له عاما سعيدا مليء بالنجاحات طبعا موليد 97 دي بتلفت انتباه البعض حتى قبل كده مقدم برامج قالك ورمضان صبحي يبدل طول عمر موليد 97 لا لسه 97 عايب سنة 98 وسنة 99 فكان فيه برضو مشاعر إيجابية جدا اللعب مصطفى محمد اللي هن رمضان صبحي بميلاده وقال له حبيب قلبي كل سنة وانت طيب مصطفى محمد بيقتضي برمضان صبحي كتير جدا تصرحات كان بيخرى يتحدث عن دور رمضان ققائد ولاعب ملهم للمنتخب الأولمبي كان دير دور ظهر تعلق بينهم إيجابية جدا في المسابقة لكتر ودايما بنتكلم عن المشاعر الإيجابية دي اللي أحيانا يفسدها الإعلام وإحنا إن شاء الله مش هنكون جزء من إفساد زي المشاعر اللي بتكون زي دي أحب أكيد وبرضو من مشاعر إيجابية أخرى وهو كابتن نادي الزمالك شيكابالا وهو طبعا بيهني طبعا رمضان صبحي هابي بيرزي دي برزر طبعا شيكابالا العيب كبير جدا ورمز من رموز نادي الزمالك لدى جماهير نادي الزمالك فطبعا لفتة طيبة منه إنه هو بيهني رمضان صبحي على عيد ميلاده ننتقل لصفحة جمهورية الأهلي اللي قالت نحتفل اليوم بعيد ميلاد النجم النادي الأهلي ومنطقب مصر رمضان صبحي المتوج بلقب أفضل لعب في كاس أمم إفريقيا للناشئين تحت 23 عام عيد ميلاد سعيد رمضان صبحي نتمنى عودتك سريعا للملاعب الأهلي اليوم وعلى طريقة وقفة رمضان أو وقفتي رمضان كل سنة وانت طيب يا رمضان ماجيكانو قالت نحتفل اليوم بعيد ميلاد لعبنا رمضان صبحي 23 عام 3 دوري مصري 3 سوبر مصري كونفدرالية وعشان كده أنا بقولك يا رمضان رسالة مهمة جدا بطولة أفريقيا 23 عام بطولة أفريقيا تحت 23 عام بس أنا حبيت أختص البطولات اللي تحت مظلة النادي الأهلي عشان أوجه رسالة لرمضان صبحي رمضان صبحي صدقني لعبين كتير بيكونوا محترفين وبتعدي ذكرى ميرادهم ولا نشعر بيها ومش هنحط مقارنات ولكن وجودك وسط جمهور النادي الأهلي هو أكبر مكسب النادي الأهلي محتاج تشعر بأدئة تحول اللي حصل في مسيرتك بعد عودتك لي لازم دايما النادي الأهلي يكون خيارك الأول والأخير في مسيرتك هو أكيد طبعا هو الراجل أعلن أنه بيتمنى الاحترافه ده حق مشروع لكن حقنا كمان نطلبك بوجودك في النادي الأهلي خاصة وانت إضافة كبيرة للنادي الأهلي وابن من أبناء النادي الأهلي ولولا احترافك كان زمانك خدت أربعة أو خمسة دوري فطلع سنة تقريبا خد فيها النادي الأهلي الدوري ولولا احترافه كان زمان بلوقتي محاق رقم يضاهي أكبر لاعب أو أكثر لاعب فان دي أخرى حصل على لقب الدوري هو لسه عمره 23 سنة